وقد اعترف الشيخ المفيد تبعا للمؤرخين الشيعيين الإماميين النوبختي والأشعر القمي بأن بعض شيعة العسكري وخاصة الفتحية الفتحية ما كان يعتقدون الإمامة لازم تسلسل دائما إذا فاد إمام ما عنده ولد أو عنده ولد صغير يلحون لأخوه مو مشكلة لأدوم هذولا من أيام عبدالله الأفطح سموا بالفتحية عبدالله الأفطح ابن جعفر الصادق عندما توفي عبدالله الأفطح وما عنده أولاد راحوا إلى موسى ابن جعفر قالوا ما يكون مشكلة لأدنى اعترفوا هؤلاء الشيخ المفيد يقول أنه ذولا كما يذكرون المؤرخين الشيعيين يعني النوبختي والأشعر القمي يقولون ذولا الفتحية تيار الفتحية يعني شيعة الحسن العسكري اعترفوا بالظاهر وسلموا بعدم وجود ولد له وآمنوا بإمامة أخيه وقالوا أن الحسن بن علي توفي ولا عاقب له والإمام بعده جعفر بن علي أخوه وذهبوا في ذلك إلى بعض مذاهب الفتحية الذين جمعوا بين إمامة عبدالله وموسى ابن جعفر الصادق والذين لم يكونوا يشترطون الوراثة العمودية دائما في الإمامة وكان رئيسهم التيار أو الجماعة والداعي لهم في ذلك أو إلى ذلك رجل من أهل الكوفة من المتكلمين يقال له علي بن الطاحي الخزاز وعلماء بني فضال ذو كانوا علماء الشيعة ذيك الأيام ليس هذا أثمان بن سعيد العمر البقال كان هذا علماء الشيعة اللي هم بني فضال وهؤلاء محترمون وموثوقون يعني هؤلاء كانوا يقولوا طيب ما نشفنا الحسن العسكري عنده ولد نروح إلى أخيه جعفر وأخته الفارس بن حاتم ابن ماهويه القزويني كما نذكر الشيخ المفيد يعني ومؤرخون الشيعة وبعد وكاد أهل قوم أن يستجيبوا لجعفر لأنهم لم يكنوا يعرفون غيره شيعة قوم يعني وقد اجتمعوا إلى شيخهم أحمد بن إسحاق وكتبوا إلى جعفر كتابا وطلبوا منه أن يجيبهم على أدة مسائل وأرسلوا وفدا أصلا إلى جعفر قالوا إن أسلافنا سألوا عنها آبائك فأجابوا عنها بأجوبة وهي عندنا نقتدي بها ونعمل عليها فأجبنا عنها بمثل ما أجاب آبائك المتقادمون حتى نحمل إليك الحقوق التي كنا نحملها إليهم نطق خمس زكاة وأرسلوا وفدا منهم إلى جعفر لمحاورته فأوصل هذا الوفد الكتاب إليه وسأله في البداية كان لديه مشكال شوية بسيط عن كيفية انتقال الإمامة إليه مع وجود خبر إن يقول خبر هذا خبر شنو لا يا قرآنية ولا حديث نبوي ولا شيء عقلائي خبر يقول بعدم جواز انتقال الإمامة إلى أخوين بعد الحسن والحسين قال له شو تقول انت هشتون قعد تنتقل إليك الآن فبرر ذلك جعفر بحدوث البداع من الله إذا كان هذا صحيح الله غير رأيه لعدم وجود ولد لأخيه الحسن وبعد قدنا كاتب أيضا معاصر اسم الخصيبي يقول إن جماعة من أهلكم هم أبو الحسين ابن ثوابة وأبو عبد الله الجمال وأبو علي الصائغ والقزويني كانوا يأخذون الأموال باسم جعفر يعني أهلكم أو قسم منهم على الأقل آمنوا بإمامة جعفر وما أثبت أدهم وجود ولد للإمام العسكري مما يشيروا إلى أن قسما من شيعةكم آمنوا بإمامة جعفر بالفعل وأخذوا يرسلون إليه الأموال تفرق الشيعة ووقوعهم في الحيرة الكبرى وبالرغم من أن النائب الأول أثمار بن سعيد العمري كان قد عز جعفر بن علي بوفاة أخيه وهنأه بالإمامة أول ما مات الإمام العسكري هذا إجه عزاه وهنأ بالإمامة أنت صرت إمامة الآن كما يقول المؤرخون الشيعة وراجعوا كتاب الصدوق إكمال الدين صفحة 475 هذا الشخص عاد فدعى وجود ولد للعسكري وزعم أنه نائب خاص عنه أمره خمسة سنين ذاكي ولد شلون صار نائب شلون أعطاك النيابة إلا أنه الأمين استطع إثبات دعواه بأي دليل بل كان يمنع الشيعة من البحث والتحقيق خوفا من انكشاف كذبه النتيجة هذا كل أدى إلى تفرق شيعة الحسن العسكري الذين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار الإمامة الإلهية إلى يوم القيامة تفرقهم إلى أربع عشرة فرقة أو خمسة عشر فرقة ووقوعهم في حيرة كبرى بشأن استمرار الإمامة بعدها شنو صار بالإمامة بعدها راحة انقرضت كما يقول النوبختي لاحظوا النوبختي في فرق الشيعة وسعد بن عبد الله العشرة القمي في المقالات والفرق ومحمد بن أبي زينب النعماني في كتاب الغيبة والصدوق في كتاب إكمال الدين والمفيد في كتاب الإرشاد والطوسي في كتاب الغيبة وغيرهم وغيرهم راجعوا هذه المصادر كلها موجودة كلها الطوسي الغيبة صفحة 132 الصدوق صفحة 1 صفحة 44 المفيد في كتاب الإرشاد صفحة 341 النجاشي في الرجال ترجمة أحمد بن عامر بن سليمان أبي الجعد والطبري في كتاب دلال الإمامة وحتى محمد الصدر في كتاب الغيبة الصغرى صفحة 315 والصدوق في إكمال الدين صفحة 44 ويذكر المؤرخون الشيعة أن جارية للإمام العسكري تسمى سقيل أو نرجس أو كذا أسمى عديدة أدها ادعت أنها حامل منه فتوقفت كسمة الميراث وحمل الخليفة العباسي المعتمد الجارية سقيل إلى داره بكل احترام طبعاً وأوعز إلى نسائه وخدمه ونساء الواثق ونساء القاضي ابن أبي الشوارب بتعاهد أمرها والتأكد من حملها واستبرائها يعني شفوها تجيها الدورة الشهرية أو لم تجي حتى يعرفون هذا حامل أو لم حامل ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية ملازمين لها حتى تبين لهم بطلان الحمل فقسم ميراث الحسن بين أمه وأخيه جعفر هذا الشيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين صفحة 44 والطبري الشيعي هذا مذاك الطبري المؤرخ في كتاب دلائل الإمامة صفحة 224 نجي على الدليل الثالث الأخير